ترجمة نانسي قنقر كل ما تعنيه الكلمة من حيث البنى التحتية كمستشفيات أو مراكز رعاية صحية أولية بمختلف مستوياتها في عمومة سودان وبالتالي كان هناك نداء للأمم المتحدة بشكل عام بدعم السودان في العام 2023 في القانب الإنساني والذي يشمل القانب الصحي بما يقارب من مليار وسبعمائة مليون دولار للعام 2023 وللأسف لم نتمكن من الحصول إلا على فقط ما يقارب من 13% من هذه المساعدات وهنا أناشد الجميع بدعم السودان فيما يخص النظام الصحي طبعا هناك احتياجات تقدر بمئات الملايين من الدولارات لدعم النظام الصحي لتلبية الاحتياجات سابقا وبالأخص الآن مع هذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر